عندي في المقابل زوج اخر بيقول ان زوجته بتعامله يعني كما لو انها هي مش زوجة يعني تطلب منه فلوس كمقدم دائما لكل مرة يمارس فيها علاقة الحميمة قالها حتى يعني تحولت العلاقة عليه بشكل مدي وده شيء هو رفضه تماما يعني طب سكت ليه من الاول يا فكرة فيه كتير ده مقبول الكلام ده مقبول لا طبعا مش مقبول اطلاقا يعني كان عندي النهاردة لسه حالة بيقولي انا مش عارف ايه بتاع ايه طب انت من جاوز بقالك قد ايه اتنشر سنة طب ايه لسكتك من الاول ما انا قلت شوية اه كان بتطلب منه لا مصالح بشكل عام يعني عايزة تشتري ذهب عايزة عايزة فلوس عايزة تروح مثلا تسافر برا عايزة تروح عندما متها مش عارف فين عايزة تقضي صيف في الساحل مع مين يعني كلها طلبات 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 متعلقة بالعلاقة فيعني لا طبعا ما ينفعش خالص بس هو سكت ليه سكت ليه من الاول يعني لازم من الاول نفتح المواضيع على فكرة احنا ينقصنا جدا حكاية فتح المواضيع الخاصة بالعلاقة الحميمة نتكلم نتكلم هو اللساب مش معمول بس عشان الخناقات وعشان التلفزيون يتصلح والليال في المدرسة ما دول اول كلمة هيطلقوا طلعنا فاصل يا احمد اشتركوا في القناة